يا اخ سبحان الله الواحد يبقى صح عايز يعرف هما كانوا فين في البحر فجأة يلاقي نفسه بيقس في سرعة الضوء ازاي؟ عرفش السلام عليكم وقفنا الحلقة اللي فاتت عند الخناقة اللي كانت حصلة مبين نيوتن و هويجنز على طبعة الضوء نيوتن نظريته كانت بتقول ان الضوء عبارة عن جسيمات وفسر بالنظرية دي الانعكاس والانكسار وانتشار الضوء في خطوط مستقيمة و هويجنز كان بيقول لا طبعا الضوء عبارة عن موجات وفسر بنظريته نفس الكلام اللي فسره نيوتن بالاضافة انه فسر ازدواج الصورة في كسلة ايسلندا واللي مقدرش يفسرها نيوتن وبرغم ان نظرية هويجنز كانت اقوى الا ان شهرة نيوتن خلت العلماء يقفوا في صفه وقالوا معلش بقى عم هويجنز مش معقول يعني هنصدقك ونكذب نيوتن الاين متعلاش عن الحاجب بس كان واضح قوي ان تفسير الانكسار عند نيوتن و هويجنز كان عكس بعضه 180 درجة نيوتن كان بيقول ان الانكسار بيحصل عشان الضوء لما بينتقل لوسط عالي الكسافة سرعته بتزيد و هويجنز كان بيقول ان الانكسار بيحصل عشان الضوء لما بينتقل لوسط عالي الكسافة سرعته بتقل وبالتالي لو حد جه وقال سرعة الضوء في الاوساط المختلفة هيقدر ان يحسم الجدل ما بينهم بشكل نهائي أولى المحاولات اللي اتعملت عشان يقسم بها سرعة الضوء كانت قبل الخناءة دي بعشرين سنة تحديدا سنة 1654 على ايد العالم جليلي وليلي الراجل فكر يقسم بها سرعة الضوء زي ما اي حاجة في الدنيا بتتقاس قال اشوف الضوء هيقطع مسافة قد ايه في زمن قد ايه وقسم المسافة على الزمن هيطلع على السرعة جليلي زي اي مشرف على رسالة ماجستير او دكتوراه راح لطالب عنده وقال له تسمك يا كابتن قال له فلاة الفلاني قال له لأ انت مراية من النهاردة انت مراية وشغلانتك معايا هتبقى مراية الراجل قال له مراية مراية وأنا قدر اقول لأ جليلي وجاب فانوس وساعة بندلية وطلع وقيف يوم على جبل ومسك الطالب بتاعه فانوس تاني ووقفه على جبل تاني بيبعد عنه مسافة بعيدة وقال له أنا هقلبلك نور واشوف الوقت الساعة ما قلبته النور ده وانت أول ما تشوف النور ترجع تقلبلي النور انت كمان وأنا أول ما أشوف النور بتاعك أرجع شوف الوقت تاني من جديد وبالطريقة دي هقدر أعرف الزمن اللي راح ويرجع به الضوء ما بين الجبلين وأنا عارف المسافة ما بين الجبلين وبالتالي هقدر أحسب سرعة الضوء طبعا فكرة أنه يعني إيجي المرأة أقلاطية ويرحم الطالب بتاعه ما كانتش هتنجح لأن جليليو كان مع فلوس ما كانتش مع لازر وبالتالي الضوء على ما يوصل للجبل التاني هيكون تشتت وضعف ومش هينعكس ومع ذلك التجربة برمتها كانت فشلة لأن سرعة الضوء رهيبة وعشان تقدر تقيسها بالطريقة البداية دي لازم تكون المسافة ضخمة على الأقل الضوء يسافر من الأرض للأمر ويرجع يرتدي لك من جديد ساعتها يا دوب هتقدر تحس الفرق الزمني تقدر تقيسه ومع المسافة الضخمة دي هتبقى محتاج دوق ليزر عشان لما يروح ويرجع ما يتشتتش ده غير أنه لازم يكون معاك ساعة دقيقة جدا مش تقلب لي نور بين جبلين وتحسب لي الوقت بساعة بندولية وبالتالي جليلي وقال يا جماعة أنها قدام حاجة من اثنين يقيمة الضوء سرعاته لا نهائية وبيتنقل في التول لحظة يقيمة سرعاته ضخمة جدا عشر مرات قد سرعة الصوت على أقل تقدير في الفترة دي البحارة كان عندهم مشكلة ضخمة جدا كان بيبقى صعب عليهم تحديد موقعهم في البحر ودخل لأسفن كتير تغرق والتوه وكانت عملية الأبحار حاجة في منتهى الصعوبة ولكن انت تتخيل ان اساس المشكلة دي ان ما كانش حد لسه اخترع الساعة يعني احنا عملنا اسس الفيزياء الكهربية وقونية الجاذبية والكالكولوس وعملنا التليسكوب واكتشفنا الفضاء ولكن لحد هذه اللحظة ما كانش حد لسه قادر يخترع ساعة الجايزة اللي كانت معمولة لصناعة الساعة في الوقت ده كانت بتعادل اثنين مليون دولار في الوقت الحالي فعن صناعة الساعة دي كانت حاجة صعبة جدا ونوصلناش بالسهل عشان تقدر تعرف مكانك فين سوق في البر او البحر لازم تحدد الاحداثيات بتاعتك يعني تعرف دايرة العرض وخط الطول اللي انت موجود عليهم في زمن لكان في جي بي اس ولا موبايلات ولا حتى راديو عشان تتوصل بيه ومع ذلك تحديد دايرة العرض كان اسهل بكتير جدا من خط الطول كان يكفيه بس انك ترفع راسك وتبص على النجم القطبي وتعرف انت رفع راسك قد ايه النجم القطبي من اسمه موجود في القطب الشمالي مواجه لمحور دوران الارض بشكل مباشر فلو انت واقف على محور دوران الارض في القطب الشمالي وعايز تبص عليه كل ما عليك انك ترفع راسك 90 درجة هتلاقي في وشك يعني عشان تشوفه هتعمل براسك زاوية مقدارها 90 درجة مع سطح الارض الافقي طب لو انت على دايرة عرض تحت شوية فانت هتنزل راسك شوية وانت بتبص عليه يعني الزاوية اللي بتعملها مع سطح الارض الافقي هتقل طب لو على دايرة عرض تحت اكتر واكتر فهتعرف انت موجود على اي دايرة عرض ودونا الارض هنا مش مؤسر تلف الارض زي ما تلف الزاوية ما بتتغيرش الى اذا طلعت فوق او نزلت تحت يعني غيرت دايرة العرض بتاعتك انما عشان تيجي وتحدد خط الطول فالموضوع صعب جدا فلو انت واقف على خط طول معين واخترت نجم افقي عشان تبص عليه وحسبت الزاوية اللي بتبص بيها عليه فبعد شوية انت وخط الطول هتبقوا في حتة تانية والزاوية هتختلف رغم ان انت لسه في مكانك وما سبتش خط الطول لان ببساطة الارض بتلف وبالتالي من المستحيل انك تحدد موقعك او خط طول اللي انت عليه بالطريقة دي فقالوا خلاص احنا لازم ندخل موضوع دوران دا في الحزبان الارض بتعمل لفة كل 24 ساعة يعني بتلف 360 درجة في 24 ساعة يعني في الساعة الواحدة الارض بتلف 15 درجة احنا بقى هنيجي ونختار نجمه معين ونحدد مكانه في السماء ونحسب الزاوية اللي بنبص بيها عليه لو انا واقف في مكاني وما اتحركتش فبعد ساعة واحدة الزاوية دي هتختلف بشكل طبيعي 15 درجة لان في الساعة الارض بتلف 15 درجة طب لو بعد ساعة جيت وبصت عالزاوية لقيتها ما اتغيرتش معنى كده ان سبت خط الطول اللي انا موجود عليه ومشيت في اتجاه خط الطول اللي موجود قبله طب لو جيت ولقيت ان الزاوية بتاعت زادت عن 15 درجة وبقت 20 درجة مثلا فمعنى كده ان انا سبت خط الطول اللي انا اقف عليه واتحركت الخط الطولي اللي بعده وبالتالي لو معايا ساعة ونجم هقدر حدد مكاني انا موجود على اي خط طول بالزبط اختار النجم ما كانش فيه مشكلة لان الشمس كانت كفيلة انها تقوم بالمهمة دي لكن المشكلة الكبرى كانت في الساعة لان الغلط في دقيقة واحدة هيديلك فارق في مكانك حوالي 30 كم وبالتالي الساعة لازم تكون دقيقة الساعة اللي كانت موجودة في الفترة دي كان ادقها الساعة البندولية وبغض النظر عن ان الساعة البندولية مش دقيقة اصلا فحركة البندول اللي فيها بيعتمد على الجاذبية اللي هو لو جيت واخدتها معك البحر فالمرجحة اللي هتحصل في السبينة هتأثر لك على حركة البندول وبالتالي جوه البحر وعمرك ما هتاخد منها ارايات صحيحة وهنا اتدخل عمنا جليليو من جديد عشان يحل المشكلة دي جليليو وقتها كان اخترع التلسكوب اللي اكتشف به نجوم جديدة وكتشف به اعمار المشترة وزحل وقال يا جماعة انا عندي فكرة احنا نخلي الامار بتاعت المشترة هي الساعة اللي بنحسن بها الوقت جوه المحيط طب ازاي عمي جليليو قال الامار بتاعت المشترة ما بياخدوش وقت كبير عشان يدوره حولي المشترة ده كل امر يا دوب بياخدله كام يوم على ما يعمل دورة كاملة وزمن دورة اي امر معروف انها سابتة وما بتضيرش يعني اقدر اعتبر الاربع امر دول عبارة عن ساعة متناهية في الدقة ومدام الاربع امر دول بيدوره حولي المشترة فانا مش محتاج ان ادرس مدار الامر بالكامل ده يكفيني بس ان اشوف المدة اللي بياختفاها كل امر ورا المشترة قد ايه او زمن خسوفه على سبيل المثال اشوف الوقت اللي بياخدوه الامر الاول مثلا من لحظة ما يختفي اخر ضوء منه لحد ما يظهر اول ضوء منه ولنفترض انه هيخد اربع ساعات يبقى انا كده معايا زمن اربع ساعات عالساعة بتاعتي وتعنا افترض ان الامر التاني بيبدأ يدخل ورا المشترة بعد الامر الاول بتلات ساعات يبقى انا كده كمان معايا تلات ساعات جداد في الساعة بتاعتي والامر التاني ده قول هو كمان بياخد له خمس ساعات ورا المشترة فانا كده معايا اتناشر ساعة وبنفس الفكرة دي احسب عدد الساعات بتاعت الامر التالت والرابع وكده يبقى معايا ساعة مغطية الى 24 ساعة بتاعت اليوم وهبقى مش محتاج بس غير ان نعرف انا خارج من الميناء الساعة كام والوقت اللي هيمر عليها طول ما انا في البحر هقدر ان نحسبه من اامر المشترة جالي يفكر في الفكرة دي والفلكي قول ريمور اختار امر اسمه ايو من اامر الاربعة وبدأ يدرس زمن الخصوف بتاعه الراجل فضل يدرس مدار الامر ده لمدة 8 سن كاملة لما كانها يتجنن ريمور لاحظ ان المطعم السابت ووقت الخصوف بتاع ايو مرة كان بيحصل بسرعة ومرة تانية كان بيحصل ببط صح ان اكبر فارق ما بين اكبر زمن للخصوف واقل زمن كان 22 ديعة فقط الا ان المفروض الكلام ده ما يحصلش مفيش جرم سماوي سرعته بتتغير شوية بتزيد وشوية بتقل مش شغال ببنزين وفرامل هو لكنه لاحظ حاجة تانية بدأت تديله فكرة عن اللي كان بيحصل لاحظ ان الزمن بيكون اقل ما يمكن في الفترة اللي الارض فيها بتكون في مدار حوالين الشمس بيخليها اقرب ما يكون للمشترة والزمن بيكون اكبر ما يمكن لما بتكون الارض في مدار حوالين الشمس بيخليها ابعد ما يكون عن المشترة يعني الفرق في المسافة ده هو اللي سبب الفرق في الزمن فقال ان اللي بيحصل ده اكيد لان الدق له سرعة والمسافة لما بتزيد الدق بياخد وقت اكبر عشان يوصل لنا ولما بتقل الدق بياخد وقت اقل وعشان كده حتى بنشوف الخصوف شوية بياخد وقت طويل وشوية بياخد وقت قصير بس بما ان اكبر فرق زمني كان 22 ديعة واكبر فرق في المسافة كان عبارة عن قطر بتاع مدار الارض حوالين الشمس فلو اسمت المسافة دي على الزمن ده هقدر احسب سرعة الضوء مين بقى اللي عارف بالمدار ده وكان هيتجنن كريستان هويجنز الراجل حرفيا كان محطوط عليه ومحدش مصدقه ومصدق يلاقي حد بيحسب سرعة الضوء ده مجرد معارف الداتا بتاعة ريمور ابتكر طريقة بالاعتماد على مدارات كوكب الزهرة حسب بيها قطر مدار الارض حوالين الشمس وبالتالي قدر يحسب سرعة الضوء واللي استنتج وقتها انها بـ 211 ألف كيلومتر في الثانية طبعا انت عارف ان سرعة الضوء تقريبا 300 ألف كيلومتر في الثانية الا ان وقتها حسابات هويجنز بتاعة قطر المدار ما كانتش دقيقة قوي ده غير ان عملية قياس ريمور للزمن برضو ما كانتش دقيقة قوي وعشان كده ما طلعتش سرعة الضوء بقيمتها الحقيقية وصح ان حوار الساعة الكونية بتاعة جاليليو ماكملش الا اننا عرفنا ان الضوء بالفعل لسرعة وكمان حددنا هي قدية بالزبط فاضل بس نلاقي طريقة نقيس بها سرعة الضوء في كل الاوساط عشان نعرف مين اللي صح نيوتن ولا هويجنز بس ما كانش فيه حد في الفترة دي عنده افكار عملية يقدر يحلي بها المشكلة دي وسنة 1695 هويجنز مات ونيوتن حصله سنة 1727 واللي اتنين ماتوا بدون ويعرفوا مين فيهم انتصر في معركته سنة 1800 الفيزيائي وعالم الفلك ويليام هيرشيل الراجل اللي اكتشف كوكب اورانوس كان بيحاول يطور من التسكوب بتاعه الراجل كان عايز يدرس الشمس بس المشكلة ان دوق الشمس كان سطع جدا وكان بيحاول يلاقي طريقة يقلل بها من السطوع ده ففكر انه يستخدم الفلاتر ويحطها على عدسات عشان يقلل سطوع الشمس ومرة هيحط فيلتر احمر ومرة زرق ومرة اخضر ويشوف اذا كان حاجة فيهم هتقدل غرض ولا لا بس لاحظ ان كان كل ما يغير فلتر درجة الحرارة اللي بيحسها من دوق الشمس بتختلف والفلتر وظيفته انه يمنع مرور لون معين من الدوق وبالتالي توقع انه لون الدوق نفسه له علاقة من درجة الحرارة فقالك تعال اما نتأكد تعال نحلل دوق الشمس ونشوف درجة حرارة كل لون الراجل جاب منشور وحلل به دوق الشمس لابوان الطيف وحط ترمومتر على كل لون عشان يقص درجة حرارته لاحظ ان درجة الحرارة عملة بتزيد ابتداء من النون الزرق لحد نون الحمر والاغرب من كده انه لما جهو حاط ترمومتر بعد النون الحمر في المنطقة اللي ما كانش فيها دوق لاحظ ان درجة الحرارة فيها كانت اعلى كمان من درجة حرارة النون الحمر فتوقع ان فيه اشاعة دوق تانية غير مرئية في ضوق الشمس وهي اللي مسببة لارتفاع في درجة الحرارة ده وعشان درجة حرارة الاشعة دي كانت عالية سماها الكالوريفي كرييز او الاشعة الحرارية اللي احنا بعد كده تسميناها بالإنفراريد أو الأشعة تحت الحمراء هرشيل خلص التجربة من هنا وسمع بها البلدياته العالم يوهان ريتر قالك مش كل لون له درجة حرارة مختلفة؟ ليه كل لون ما يكونش له تأثير مختلف على كلوريد الفضة؟ كان معروف ان ملح كلوريد الفضة الابيض لما بيتعرض لضوء الشمس بيتكسر ولونه بيتحول للون بني وعشان كده تم استخدامه في صناعة الأفلام الفوتوغرافية فيما بعد لانه حسس جدا للضوء المهم ان يوهان ريتر جاب منشور وحلل بضوء الشمس الألوان الطيف وسقط الألوان دي على كلوريد الفضة لاحظ ان كلوريد الفضة بيغمأة أكتر كلما اتجهت من لون الأحمر لللون لزرق ولاحظ كمان ان بعد اللون لزرق كان في منطقة ما فيهاش ضوء لكنها كانت مأثرة في ملح كلوريد الفضة أكتر كمان من لون لزرق يعني كانت مغمأة الملح بشكل أكبر وبالتالي توقع ان فيه أشعة تانية برضو غير مرئية موجودة في ضوء الشمس موجودة بعد اللون لزرق وعشان الأشعة دي أثرت بشكل كبير في كدوريد الفضة سماها بالأشعة المؤكسدة واللي احنا بعد كده سميناها بالألترا فيولوت أو الأشعة فوق البنفسجية المهم ان احنا كده الوقتي معنا أشعتين ضوء ما بيتشافوش واحدة موجودة قبل اللون لحمر والتانية موجودة بعد اللون لزرق والسؤال اللي كان منطقه ان يظهر هل الأشعة دي عبارة عن ضوء ولا مش ضوء ولو الأشعة دي كانت عبارة عن ضوء فهل فيه أشعة تانية غير مرئية غير دول احنا ما بنشوفهاش وبالتالي مع الوقت بدأت الأسئلة تكتر حوله الضوء إلا إن في نفس السنة جه العالم الإنجليزي توماس يونج وعمل تجربة تعتبر من أهم التجارب في تاريخ الفيزياء الراجل جيه وقال يا جماعة أنا عندي طريقة قدر أعرف بيها الضوء عبارة عن موجة ولا جسيم بدون ما إيه صورة الضوء قال له ازاي عم يونج قال إذا كان بيتصرف زي الجسيمات يبقى جسيم وإذا كان بيتصرف زي الموجات يبقى موجة قال له أه وإذا كان بيطير يبقى طائر وإذا كان بيعوم يبقى عائم إنتا بتقول إيه إحنا نقدر نعرف الكلام ده إزاي قال لهم عن طريق إننا نجيب حاجز فيه شقين ضيقين جدا ونسلط عليهم الضوء ونشوف الضوء اللي هيمر شكله إيه لو الضوء اللي مر كان شبه الفتحتين فمعنى كده إن الضوء ده عبارة عن جسيمات لأن الفتحتين هيحددوا شكل مسارة الجسيمات بعدما يمروا إنما لو كانوا الضوء عبارة عن موجة فلما الموجة دي تعد من الفتحتين هيتقسموا الموجة والموجة دول لما يدخلوا في بعض هيدوا شكل مختلف تماما شكل بيعتمد على سلوك الموجات مش الجسيمات الرجل جاء حوض فيه مية وحط فيه دراعين بيتحركوا بسرعة واحدة عشان يطلع موجة بنفس التردد وقال إن الموجة دول هيبقوا شابه الموجة اللي هيطلعوا من الفشقين أو من الفتحتين بعد كده جهوا حط مصدر للضوء فوق الحوض عشان يسقط الضوء على الموجات اللي تكونت وبالتالي القمم بتاع الموجات دي عشان عالية هتعمل لقعان ضل وهيبان شكل الموجة يونج لما جهوا حرك الدراعين بنفس السرعة لأن الموجة تكونوا وبدأوا يدخلوا مع بعض وكونوا مضاطق قمم الموجات فيها عالية بيتفصلوا عن بعض المناطق مفيهاش موجات أساسا طب إيه اللي حصل يا عم يونج؟ ألم الموجتين تكونوا ودخلوا في بعض وقمة الموجة الأولى دخلت في قمة الموجة التانية فالتنين كان محصلتهم موجة أعلى من الاتنين وسمى التدخل ده تدخل بناء إنما لما قمة الأولى جات قابلة القاع بتاع التانية فالتنين لغوا بعض والموجة اختفت وسمى التدخل ده بالتدخل الهدام والمفروض إن الضوء لو كان عبارة عن موجة فنفس الكلام اللي حصل في المياه يحصل مع الضوء بس في حالة الضوء، التدخل البناس الذي موجة تعله فيه ذه معناه انه هيكون مناطق شدة فى السطوع وفي التدخل الهدام الذي تتلغى به ده معناه انه هيكون مناطق مظلمة ما فيه مجرد TUMA SEYONisia Lawa جائح جاه وعدى الضوء من الفاتحتين لقى ان الضوء اللى فيه لا اخذش شكل فاتحتين وناحذ مجمقدة من النقط المضيئة وبتتفاصل عم بعضها بمجموتة من النقط المظلمة يعني معناه يحقق نمط التدخل اللى بيحصل فى المية وبالتالي استنتج ان الضوء عبارة عن موجة يعني هوي جنز الغلبان اللي محدث صدقه ولا يوايب في صفه ومدبح حصرته كان هو الصح ونيوتن بجبروته وسلطته كان غلط عادي جدا بس حتى وان كان يونج قدر يثبت ان الضوء عبارة عن موجة لكنه ما كانش عارف الموجة دي دي موجة ايه يعني في موجة المياه مثلا معروف ان المياه هي اللي بتطلع وبتنزل لكن في حالة الضوء ايه بقى اللي بيطلع وبينزل وبرغم انه ما كانش يعرف موجة الدوق دي عبارة عن ايه الا انه قدر يقس طولها بشكل دقيق عن طريق نفس التجربة طول الموجة اللي هو اساسا مش عارفه عبارة عن ايه ولي كان بالنانومتر يعني اصغر من المتر بمليار مرة لكن يونج حسب الكلام ده ازاي ده ممكن تعرفه بمجرد ما تخلص الفيديو ده هتلاقي فيديو تاني بيشرح في الموضوع ده هتقدر تشوفه لو انت عودوا معنا في القناة او هتلاقي على الباتريون لو انت احد دائمينا على الباتريون لكن برغم العظم اللي عملها يونج واللي هتقلب بعد كده الفيديو رأسا على عقب وهتضرب فك في سمعة الفيديو الكلاسيكية الا ان كان فيه عالم كتير جدا لسه مقتنعين بكلام نيوتن ومعتقدين ان الضوء عبارة عن جسيم ودول طبعا كانوا في انتظار الصفعة الاخيرة اللي هياخدوها بمجرد ما نلاقي طريقة ان يسبع سرعة الضوء في الفترة دي كان فيه صبي ألماني اسمه جوزيس فراون هوفر كان شغال في صناعة الزجاج بالوراسة عن ابوه اللي هو كمان كان شغال صنع زجاج ولسوق حظه او حسنه بقى على حسب تقيمك للموقف المكان اللي كان شغال فيه يتهد فوق دماغه ويكون هو واحد من الناجين من تحت الانقاض وللصدفة يكون مشارك في عملية الانقاذ امير بافاريا اللي قدر انه ينقذ فراون هوفر ووسع عليه او شنيدر المستشار بتاعه في الوقت ده كانت صناعة الزجاج في انجلترا في عزها انجلترا كانت بتصنع زجاج غاية في النقاوة ما كانش موجود منه في العالم والنقاوة دي كانت مطلوبة عشان صناعة العدسات الا ان صنع الزجاج الفرنسي بير جونند قدر يعمل زجاج يضاهي في جودته الزجاج الانجليزي فيقوم اي بقى يبعت ليه او شنيدر عشان يجي يطور الصناعة دي في ألمانيا فجونند يطلب مبلغ كبير جدا في المقابل فوشنا يقدر يقول له ما عندش مشكلة بس بشرط انك تعلم فراون هوفر صناعة الزجاج فجونند يقول له وانا كمان ما عندش مشكلة وطبعا مش محتاج اقول لك بقى القصة بمجرد ما فراون هوفر تعلم صناعة الازاز جونند اتنطر قال له مع السلامة الا ان فراون هوفر كان شطر جدا وقدر انه يطور ازاز اعلى في جودته كمان من الازاز الانجليزي لدرجة انه بيقال ان اهم اصرار صناعة الازاز اتدفنت مع فراون هوفر طبعاً تعلم من غلط الجولند ما قالهاش لحب المهم ان فراون هوفر بدأ يعمل من الازاز النقي بتاعه مناشير ويحلل بها الضوء لألوانه ويقيس معامل انكسار كل لون على حدة بمنتهى الضقة وبالصوت فالبحثة كان سايب منشور زجاجي قريب من مصباح موجود عنده في البيت ولاحظ ان الضوء اللي خارج من المنشور ده كان فيه خط أصفر فائع ما شافوش قبل كده فطبعاً قال لا لا يكون الازاز بتاعه في مشكلة وقال لك تب تعالى بقى نبص على ضوء الشمس بالمنشور ده ونشوف الخط ده موجود ولا لا لانه واثق انه ضوء الشمس مفوش الخط الأصفر ده عمل فتحة عدى منها ضوء الشمس وحط المنشور مواجه لضوء الشمس عشان يحلل الضوء وبالفعل لما الضوء تحلل ملقاش موجود جواه الخط الأصفر الفائع لكنه لقى مكانه خط أسود قال ايه بقى في ايه؟ كده يعني شك في حال غلط وقرر انه يبص على الضوء اللي طالع بالمنشور ده بالتلسكوب فاذا به يفاجأ ان الخط الأصفر اللي كان طالع له عبارة عن خطين سود جنب بعض مش خط واحد ويلاقي غيرهم عدد رهيب من الخطوط السودة موجودة في ضوء الشمس فاليه بقى اللي اشتغلها دي اما رح ابص على بقى النجوم لاحظ انه كل النجوم بتطلع نفس الخطوط السودة مع وجود اختلافات بسيطة في اماكن بعض الخطوط ما بين النجوم دي فالك لقى كده بقى الخطوط السودة دي مش عيف الازز بتاعي ده الازز بتاعي من جودته هو لأظهرها واكيد الخطوط السودة دي وراها سر وبتقول حاجة عن النجوم البعيدة بس ايه هو سر الخطوط دي وازاي هنقدر نلاقي طريقة نيزبها سرعة الضوء وهل هنقدر نلاقي اضواق تانية خفية ما بنقدرش نشوفها بعينينا وايه هي طبيعة موجودة الضوء نفسها هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة وبالتالي لازم تعمل تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس حشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام